محاضرتنا هي تكمنة الى موضوع ومثل ما شفنا باللينير بلوك كود كان عندنا إذا تذكرون هنا عن محاضرتنا يعني تذكرون من المحاضرة السابقة ماذا نسوي قسمة طويلة اللي قسمها على جي سواء كان او كانت باينيري احنا شوية ارا نتذكر معلوماتنا مع اللوجيك والشفت رجستر والفليب فلو بذا تذكروها وانا بالبرحة ازيلت لكم المحاضرة يعني المفروض المفروض بعضكم ما ريد كلكم وعلى الأقل بعضكم بطلع عليها الدائرة اللي دا شوفوها عمامكم يشوفون هاي الشاشة الشير كده شوفوها البعضكم هاي دا شوفوها الماوس نعم دكتور تشوفوها كلكم هذي هي الامفليمنتيشن اللي لح تسويه لعملية القسمة الطويلة اكسوس ار دي اوف اكس على جي السويل الجي بصورة عامة هي جي اوف اكس يساوي جي نوت زائد جي وون اكس زائد جي اوف اكس تربيع الى جي ار اكسوس ار نذكروا انه الأوردر ماال جي اوف اكس ومن ال haul هاي ال Learnator ren Belgium هي ار أوردر ماالتها ار كما انتفاقنا بالمقانظرة السابقة نلاحظ اقدنا هاي احدا العوامل ماال كلني دائما انه يساوي احد عوامل تحليل مال هذه يضطيني أحد الخيارات اللي تضطينيها أو خاص الضرط نلاحظ أنه دائما دائما بصورة عم الشباب هاي جدريت القولون الأول حد وآخر حد يساي واحد لأن الجيات جي نوت جي وان جي تو هي عبارة عن عوامل الأكس ودائما هي لو زير و لو وان بس دائما أول حد اللي هو الجي نوت وآخر حد اللي هو الجي أف لازم يكون موجود يكون موجود يعني جي نوت يساي و جي آر يساي و الواحد ما بينهما من جي ون إلى جي آر ميناص هاي متغيرة حسب اختيارنا الدارة الإلكترونية هاي تشوفوها بتكون من R flip flop R flip flop D type flip flop D type flip flop إذا تذكرون المعلوماتكم كل flip flop هذا مثل هذا الفلو بدا أشرة أذكركم بي معلوماتكم القديمة أنه شكوا عدي داتا هنا موجود بال D من تجيني clock pulse اللي هنا مموضة هناك ومموضة كلوك اللي مشتركة للكل من تجيني clock pulse شكوا داتا موجودة بال D تطلع بالoutput بال من تجيني clock pulse تذكروا معلوماتكم القديمة من اللوجي تدي في المزايا إنه شادي داتا موجودة هنا بال D من تجيني clock pulse شكوا معلومات إذا كانت 1 تجيني clock pulse يطلع هنا إذا كانت 0 هنا تجيني clock pulse يطلع بال أو تخذ 0 وهاكرا طريقة الربط هذه خليلها أن يصب سيلتها العامة نشوف إنه عبارة على السويتشات هاي السويتشات اللي هي G note سويتش مغلق والGR أيضا السويتش مغلق مغلق بما أنه لأنه G note والGR تساعد واحد بينما البقية اللي هي G1 سويتش ممكن يكون مفتوح أو مغلق حسب المعطاء أنه بالG وكذلك الG2 إلى آخر هذا أكو عندي AND gate هنا يسيطر على الفيتبار الراجع إلى الفلفلوف ويكون Z واحد شأدي معلومات تذكرون الAND gate إذا هذا الانفوت logic 1 Z1 ما يوجد ما يوجد أدي بالoutput هذا X أو سيطلع بالفيتبار بس إذا كان Z0 إذا كان واحد من الAND gate 0 الـ الـ output سيكون 0 مهما كان الـ input استاذي تسمعوني شباب نعم دكتور ويا هذه معلوماتكم المفهوضة المعتمد عليها تباقيها بالبراحل السابقة إن يكون Z1 magic 1 ما يوجد هنا يخرج هنا سيكون زياد 0 مهما كان هنا حيط العادة 0 الترتيب ما لل الـ 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 هذا إذا تلاحظون مثل ما قلت لكم عدد الـ 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 اللي هي C1 إلى من اليمين إلى اليسار إلى CR C1 إلى CR من جيات من الجي نوت إلى جي آر المعلومات مالتي اللي هي K-information bits A1 A2 إلى AK تدخل من هذا سويتش S هذا سويتش هو لحيطي الـ circuit operation شو لاح تشطول هاي الدائرة تبهوا علي شباب شو لاح تشطول هاي الدائرة أول شيء أول K-clock pulses أول K-clock pulses Z Z لاح يكون logic 1 Z لاح يكون logic 1 يعني Z يساوي logic 1 for K-clock pulses و و تبدأ تدخل من A1 إلى AK K-K serially إلى X IK بالترتيب اللي أنا خال له هنا مؤشر بالسهم هذا الأزرق ده أقول Start يعني أول ما يدخل منه أول ما يدخل أيوان وعملية الإدخال هو عبارة عن clock pulses هنا يحتاج إلى K-clock pulses على ما يدخل الـ data ورا K-clock pulses شيء يصير أوتوماتيكيا Z يتحول إلى logic 0 Z يتحول إلى logic 0 ومن Z ورا K-clock pulses يصير 0 ويبقى For R-clock pulses الـ Output منزل 0 منزل منزل صفر 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 ما يصير لديك هذا الفيتماء سوف يرجع هذا الفيتماء سوف يغلق صفارة المنت وغلق صفارة تدع من CR وهكذا مرورا بكل بحيث يصفر الفلفلوب لتهيئته لالكالكوليش الثاني وبنرسل وقت سويتش يتحول إلى Position 2 سوف يتحول إلى Position 2 سويتش ماذا يطلع لـ Output سوف يطلع لـ C1 بعدين الوراء Shift نجسطر هنا يطلل C2 إلى آخر هذه الجارة هنا مرسومة بصيغتها العامة لكن أنا ملنفتين مهزين أنا ملنفتين مهزين لازم ناخذ بيثار أنا ملنفتين مهزين لازم ناخذ بيثار عليها فالبيثار ماذا سوف أفعل أنا؟ تحاقد نفس الجنراتر اللي أخذتها بالمحاضرة السابقة اللي سونا بيها قسمة طويلة بيثار إذا تدكروه الحراويكو وشلون أنه هاي الدائرة اللي احنا بديها بـ Order 3 Order 3 يعني كم فلو بيثار نحتاج؟ إذا order 3 ما يجاوبني؟ هلو معاوني؟ نعم دكتور نسمع إذا order 3 ما ليجي كم فلو بيثار نحتاج؟ نعم تمام عدد الـ فتلاحظون أنه بالـ circuit هذا المثال تقول using the encoder circuit وهنا شباب انتبهوا على صيغة السؤال اللي يجيك أو البطلوب اللي يجيك انه يقول لك using the encoder circuit using the encoder circuit يعني شي يريد من عندك يعني يريد من عندك أن تستخدم الـ logic والـ encoder circuit على متوجد الـ output وليس بيدك تسوي قصمة طويلة بس بل أقول لك أوجد الكود وورد بدون ما أقول لك الـ encoder circuit فعلا أنت مخيّر بس اياه أسهل لها تشوفون الأسهل بخلال الشرح نعطينا الـ generator polynomial the G of X يساوي X تكعيف زاد X تربيع زاد 1 هذه اللي أخذ استعملناه بالمحاضرة السابقة G of X يساوي X تكعيف زاد X تربيع زاد 1 ونعطينا إذا يقول لي يعني عندي data word 0-1 0-1 نحن نشوف هذا الكود أربع بتات data وكذلك يعيدها لهذه الـ data لنعطينا من الموضوع التي أتأكد karena الآن ترت planner عrouب نحن 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 نقى المحاضرة السابقة ثم نعطينا ثم نخ소 ثم نحن نحن نقوم موسط نحن نقوم المحاضرات سابقة الآن همارين ننسى القصبة طويلة بيدي عمي ولنرى وشلون انه هاي اللوجيك سيرتك اللي قطيت البلوك دايقرام مالتها الجنرال شو اللي هم نستخدمها ونرسمها من يطيني ج معينة هنا هنها سلعطين جي اوف اكس يساوي اكس تقعيم زاد اكس ترمية زاد واحد انتبو شباب اول ما باوع على الوردر وقرر كم عدد في الفلوك هنا باوع على الوردر شوف ثلاثة ايبارة ار ثلاثة اذا احتاج الى ثلاثة في الفلوك ارسل الدايرا اللي تفكروا معها بالسلايد القبلي C1 C2 C3 هذا التوصيل مع الجي نوت موصل ما مراوي للسويتش هذا الاسويتش ما مراوي اعتبار دائما هادا لوجيك 1 وكذلك للسويتش اللي هنا ذكروها لهاي الدايرا فاوها مرتله وشوفو هاي الدايرا بصغتها العامة هاي الدايرا مهما كانت قيمة ار في هاي الشكل ترسل هذا الاسويتش وهذا الاسويتش دائما يكون مغلق لانه دائما هادا يكون الجي نوت والجي ار واحد نرجع وهذا الاسويتش وهاي الدايرا يشوف جي نوت واحد الجي وان شينه الجي وان شينه الجي وان هو المعامل مع الاكس كمعامل مع الاكس فإذا الـ G1 صفر والـ G2 هو المعامل مع الـ X التربية الـ G2 واحد فإذا الاشتاح يسرع الدين الـ switch الخاصة الـ G1 لعكون مفتوح لو شلو عند التعضل الشباب داعي شرع عليها عنه هذا مفتوح الـ switch فإذا ما الـ switch الخاصة الـ G2 بغلق وصل هاي الديت هي شم هي X or G بس نمتبه انه هاي باعوا شباب هاي الـ gate بالذات الموجودة بين الـ C3 والـ D إذا هذا واحد من الـ input معناتها صفر بعد انها لزوم ما نحتاجها إذا الـ X or gate واحد من الـ input معناتها صفر صفر زائد اي شي يساوي بالـ logic صفر زائد اي متغير بالـ logic يساوي نفس الـ input إذن هاي أصلاً الـ gate بعد ما الـ نقدر هذا الخط الأحمر نوصله مباشرته يعني C3 رائح رأساً الى D-C3 نوصله مباشرته نوصله مباشرته نوصله هذا من يكون الـ switch بالـ feedback إذا كانت 0 فهاي الـ gate اللي لها علاقة بيها بعد ما لها داعي ما لها داعي لأنه الـ X or gate هو دا يجمعش AL دا يجمعش الـ C3 والـ feedback بس ببعنه الـ feedback هنا صفر ما أكو فإذا بالحقيقة مثل ما عني عندي X or gate وواحد من الـ input معناتها هو صفر فإذا الآن هو نفس الـ input الـ C3 ببعنه الـ C3 رأساً يروح الى D هاي الـ gate هاي الـ gate ما لها داعي كأنه شون جمبرها الجمبر هاد اللون الأحمر بشوفوه فأصل على ما لها داعي الـ gate بعد بينما هنالا ما لها تحدث؟ ما نقدر نضغير هاي الـ gate هاي الـ gate ما لها تجمع الـ C2 تجمع ويعمل الـ feedback الجاي من الـ hand gate بيكون Z1 شباب هاي واضحة رسم هاي الدائرة رسم هاي الدائرة رسم هاي الدائرة وتنتبهون على صيغة المطلوب using the encoder circuit find the output code word يعني شنو؟ من يقولي using the encoder circuit find the output code word يعني قليل من عندي أرسم الـ الدايرة الكترونية واستخدمها لإيجاد code word يعني إيجاد الـ parity اللي لحظيفة مو أجهة سوي قسمة طويلة طيب ثمانة أكمل الدايرة أرسب الـ switch هذا الـ XOR هذا الـ hand gate هاي الـ data multi A1 A2 A3 A4 اللي بس أربعة بيتات عدي لنوقع اللي الـ data multi بتكونه من شغل من أربعة بيتات ونيدخل أول واحد إلى A1 بعد ذلك إلى A2 بعد ذلك إلى A3 A1 وراء ما أرسمنا الدايرة إن شاء الله وراء ما أرسمنا الدايرة نجي نكتب ما نسميه بالـ transition equation ما نسميه transition rewrite transition equation transition equation هي أو معادلات الانتقال نسميه معادلات الانتقال ما المن؟ ما الـ C1 وC2 وC3 لا يتذكرده بمعلوماتنا مع اللوجيك الـ present state وnext state كل flipflop بـ present state اللي هي القيمة الحالية اللي يخزنها الـ flipflop والقيمة المستقبلية ذكروا معلوماتكم مع اللوجيك يعني مثلاً ونجيس على الـ flipflop هذا الـ هذا الأول واحد القيمة الحالية الموجودة موين ألقاها؟ ألقاها بـ C3 فالقيمة المستقبلية ونلقاها؟ ألقاها بـ D يعني تجي clock pulse ما موجودة بـ D يطلع بـ C3 وهكذا هذا البقية كله فالآن أول خطوة أسوي من ورما أرسل الدائرة أكتب لـ transition equation مع الثلاثة flipflop ونعن شم سمياني؟ بسمي C3 Plus C3 Plus في القيمة المستقبلية مع القيمة C3 كذلك للقيم السابقة اللي بسميها علي minus ألقاها بـ C3 ألقاها بـ D ها هي القيمة الموجودة ألقاها بـ D شوفوها بالماوس؟ هذي شوفوها شباب جاوبولي نعم دكتور نعم دكتور الموجودة هنا بـ D هي اللي تحدد القيمة المستقبلية من C3 مثل مع معلوماتكم معلوماتكم على اللوجيكة وهي ش الساوي C3 Plus C3 Plus يطلع مانا السابقة الموجودة لدينا من الموجودة فيا انتهت العمل خطر وين مdogل نقوم به زت واحد اثنان اشي طلع ادي هنا هو نفسه هنا اعيدها القيمة المستقبلية مال سي ثري ألقاها هنا اللي سي بلس ألقاها هنا اتبع السهم با اتبع السهم نشوف داع الشرع داع حارة كساني بالسهم داع حارة بالسهم لاذا شوفوه هو الآت وتمال مال مال هاي الانت قيت من يكون زت واحد الانت قيت هو نفسه هذا الانت وتمال الانت قيت له هنا الانت وتمال الانت قيت له هنا وهذا الانت قيت له شي ساوي باو عليه شي ساوي يساوي C1- القيمة المخزونة اللحظية الحالية بC1 زائدا ما يجيلي من data بالنع يعني ال data التي تجيه هنا زائدا ساوه مليس زايداً C1- where C3-plus is next state of C3 and C1- is the present state of C1. شباب هاي واضحة? صراحة, قلولي. واضحة? نعم. نعم? واضحة. ها بي تحتاج معلومات قديمة مع اللوجيك. تحتاج معلوماتك بالقديمة مع اللوجيك. بيه? ها بي تحتاجون نعم بي تحتاجون بالبانية في digital electronics اعتقد sequential state machine algorithm state machine نعم. ايضا دي تنعاد عليها لكما سيئة أيام زمان شراء هوا يطلع بقرسوها بلأ وانا وضفتها عمي. طيب السيدة افتعامنا C3-plus شون حسبك? نفس الطريقة بيجي نحسب C2-plus C2-plus وين عيلقاها? عيلقاها بالدين معلتك. واللي بين جاية ما جاية؟ ما جاية؟ ما جاية؟ ما جاية؟ جاية من؟ ما جاوبني؟ من؟ C3-minus. إذا C2-plus يعني القيمة المستقبلية ما C2 هي القيمة القديمة ما C3. وابحاها شباب؟ وهكذا اروح الى C1-plus ما جاية؟ ووقع C1-plus ما جاية؟ ما جاية؟ ما جاية من هذا D-mincter ما جاية؟ والأوتي فالحال X-or game ما جاية؟ مهات يسمى ما جاية؟ واحد ما جاية؟ ما جاية؟ ما جاية؟ و какه قيمة إذن C1- زادة للآي آي هو C3+, إذن C1- هو عبارة عن C2- زادة بالC3+, عايد C1+, عايد تمام C1- لها عايدها، C1- موجود هنا الـ Output مع هاي الـ Gate، مع هاي الـ XOR gate اللي جابي 2- input، واحد من C2، اللي هو القيمة القديمة، يساعد C2- هاي زائد الـ Feedback، هذا الـ Feedback، هذا الـ Feedback هذا الـ Feedback، هذا الـ Major، ترجع معلوماته الـ Major، جايبنا، اللي هو C1- زاد الـ input data وهذه المكمة، ما أكتب C1- زاد أي آي C1- زادة هي نفس هي الـ C3+, بذي ما شفتها المعادلة مع C3 الآن وره ما أكتب هالثلاث معادلات، وعلى KT وما أستعجل يعني هاي كتابتها، إذا تكتبها غلط، والدائرة، وورل هاي المعادلة، مثل ما قالوا نقول، إذا قسمنا الدرجة، وجهدك واستيعابك، الهوزن هادي إنه تكتب ترسب الدائرة، وتكتب هاي المعادلات، فأنت حققت جزء من المحل السؤال دكتور، وضع الزاد يساء وصفها، تصميم اختباس؟ ما وصلنا لها، هذه الحاجة كلاش كاتباني، إنما الزاد شنو مرتضت؟ وضع شنو، إنما الزاد يساء وصفها، هاي العملية جدت تستمر كم كلاك فلسز، إلى أن تدخل الأيوان والأيوان 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 والأيوثري والأيوثور كلها كارت زت واحد، خلي نفتهمها زين، وبعدين نحول على زت وصفها، وورا أربع كلاك فلسز مرتضة، زت تتحول إلى صفر، والسويتش يسعد لي فولت، يروح إلى فوزيشن تو، ولكن نفتهمها في البداية، ماذا سيحدث عن ميكانيكية هذه الدائرة، من يكون زت واحد؟ خليها بدماغي، ما أقول؟ أقول، حسنًا، سأقوم بليردنج الدماغي، أقول يا عبا، ترى يا ناس، ترى الـ C3+, هي القيمة مع الداتا مالتي، زائد القيمة الموجودة القديمة مع الـ C1، والـ C1Llli، هي القيمة القديمة مع الـ C3، والـ C1Lille، هي القيمة قديمة مع الـ C2 جايدة مع الـ C3، هذه استنتاجات، خصوص جاء، ما تعتبد لهذا الرسم، أو يعتبد لهذا هي المعادلة، من نحفض كل شيء، المعادلة، هاي المعادلة هي تعطين هada الرسم، هاي المعادلة هي تعطين ه kalah hata hirar rashi ! من ضح這些 معادلات، نعم، الـ C1 بلاس أخذنا قبل الـ C2 ما أخذنا الـ C3 لأن الـ C2 هي جوة من الـ C3 ما يحتاج قاعد مرة كله بالضبط بالضبط عافية هسه شلون لحا نوجد الـ Output ونطبق على هاي الـ Data الـ Data هي أول شي صفر واحد صفر واحد يعني وانا خليها هنا صفر واحد صفر واحد ارتب الحال ما أنتي شباب ، ارتب الحال ما أنتي هسوي جدول بس قبل ما أسوي هذا الجدول اللي أستذكر ، الترانزيشن الـ Equation اللي يكوني مهمة هاي شيني هي الترانزيشن الـ Equation القيمة الجديدة من C3 هي الـ Data اللي جايزة على القيمة القديمة من C1 والقيمة الجديدة من C2 هي القيمة القديمة من C3 والقيمة الجديدة مع C1 هي القيمة القديمة مع C2 زاد القيمة الجديدة مع C3 هذه إذا أضبطتها ومخطأت بيها أقدر أحشى على هذه الترانزيشن إكويتون يتبهوا عليه هذا الجدول سويت على هالأساس أول شيء أنا أسوي C1, C2, C3 مثل ما موجود بالرسم مثل ما موجود C1 على جهة اليمين و C3 على جهة اليسار هنا الأي التي نعطينيها الأي التي نعطينيها هو شنو 0,1,0,1 هنا أرابيك شوفوا K4 زد يساعد 1 فالسس يعني 4K4 فالسس زد 1 هذا هو الانيشال دائما نفرض أنه الانيشال وكوني يكونها صفارة القيمة القديمة هي هذه الصف هذا الصف الأول هذا الصف يعتبر قيمة قديمة للصف الوراء مو؟ اللوجيكي شيء تعلمين أفنا؟ يعني هذا الصف هذا النيكس ستيت مع هذا وهذا والنيكس ستيت مع هذا وهذا حسنا ماذا ستفعل عني؟ سستخدم هذه المعادلات ويعتقد عني عديتها هذه عديتها C3 plus هي AI زاد C1 minus و C2 plus هي C3 minus و C1 plus هي C2 minus زاد C3 plus وهذه هي الـ data multi هي شو اللي حاجده ستيت معي عليه؟ أول ماذا ساوي؟ ها؟ أول ماذا ستفعل؟ صف جيد و C1 القديمة؟ صف صف فإذاً صفر زاد صفر باللوجيكي صف صف فإذاً هاي القيمة الجديدة مال C3 minus 0 داعش شغل فوق المالس هاي داعش بقد صفر فإذاً C3 plus هذا الأقصد بيه plus هو next step بينما C2 plus هو C3 minus يعني شي يصير shift هذا السهم C3 يجي القديم يجي C2 جديد C1 البلاس هذا داعش شرحنا هذا شي يساوي يساوي C2 minus اللي هو صفر يزاعد C3 plus يعني هذا الصفر جاي من XOR بين C2 minus اللي هو هذا هذا C2 minus والC3 plus اللي هو هذا فصفر هذا صفر زاعد صفر يطلع صفر فإذاً يبقى الثالة معه وعليه يعني وهذا من تتقيل لانه إذاً إذاً إنتي الـ input وعليكي صفر والإنشان صفر فما هي تتقيل شيء والتوقع هذا الكلام إذا أول بيت صفر لكن أين يسير تغيير معه إذا أطبق نفس هذه المعادلات الثلاثة الثاني داتابت الثاني داتابت اللي هي شي دي الثاني داتابت ها؟ شلو الثاني داتابت واحد واحد أجيز أسوي نفس العملية هنا على أقول C3 plus شا ساوي واحد زائد صفر صفر على C1 plus وهكذا هاي اللي هي أسويه شم شم إلى الأربع بيتات تدخل كلهم فاني مراويكم يا عشو هاي الأربع بيت صفر هذا السهم مننا إلى هنا فور كلوك فلسز هاي أربعة قيمة زت واحد ورا كي كلوك فلسز الداتا الموجودة بسي وان و بسي تو و بسي تري هي تمثل الفاراتية هاي اللي مشرها باللون الأحمر هاي صفر واحد واحد هاي اللي مشرها باللون الأحمر المحتويات عن هذا الكلوك ورا فور كلوك فلسز لحتم تطيني الباراتيبتس بس نتبهوا الباراتيبتس عن شو كاتبه كاتبها سي ثري سي تو سي وان شو متعاودي نكتبها ورا ايوان اي تو اي ثري اي فور شي شو آخر بلعكس سي تو سي ثري كذا شو اللي هقراها هقراها واحد 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 صفر كذا الداتا ببتبعتي سي وان سي تو سي ثري هي واحد واحد صفر وبالتالي لحيكون عندي الكودورد الكامل لحيكون عندي هذا الداتا مانتي اللي هي صفر واحد صفر واحد والفاراتي اللي تانيها يو واحد واحد صفر هذا هو دكتور نعم دكتور دائما الداتا اخر شيء اخر مرتبة بالفلوب بالفلوب يعني اخر بتخلى لا لا الداتا مانتي هي تدخل من من اكس اور متل ما شفنا بالرسم متل ما شفنا بالرسم هذا الرسم تقصد الداتا مانتي تجي مننا عنه هاي والباراتيل البراتيل اخر شيء البراتيل والاسموت يسعاد ليكم لاتشباب انتبه سؤالك مرتضى لكا بشوية سعيلتنية من زت صفر معه من زت صفر ايش لا حيصير من زت صفر سؤال قبل شوية ساعة اثنين قلت لي زت صفر من زت صفر ورا اربعة كروك فالسز ليش اربعة لن كاي اربعة هنا انا يتحول زت يساوي صفر فش يصير عدي من زت صفر الفيدباك ليحيصير صفر الفيدباك ليحيصير صفر وبالتالي هذا الصفر ليحيبدي يعبي سيريال ان لثلاثة ثلاثة فالبفلوب الى انو مرا ار كروك فالسز ليش لاحيختم اخر شي تعال حصل اخر شي ودع فيدباك صفر ما تحصل بالاخير صفر 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 اكيد من تخلي زت صفر وتخلي بالفيدباك صفر شفترجستر بضطي امبط صفر يبقي يتحول هذا الصفر من اليسار الى اليمين الى عنوارة ركوك فالسز يعني ركوك فالسز اللي هتحصل عليه الانيشاو كونتينت تهيى وكأنه تهيى شفترجستر الى الكالكوليشن الوراها اللي نفهم هذا المثال لها عيد لها عيد لها عيد بس بغير داتا لها عيد نفس الحل نفس هاي المعادلات لها عيدها بس داتا غير داتا اللي هي شرية صفر صفر واحد صفر طبعا طبعا حافظ نفسي انه زت صفر صار هنا مو ورا ثلاثة رجع مرتنك ورجع واحد ورجع زت واحد هنا وكأنه هاي الصفارة اللي هنا هاي صفر 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 ودعمل نبدي بيها بحارة الصفر مثل ما شيفنا انه اذا انقط صفر وطبق هاي المعادلات المحتويات مع المحتويات يبقى صفر نشوفوا هنا في الصف الثاني هنا بقى صفر 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 وكذلك الصف الثالث هم صفر 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 ليش؟ انه الداتا بتيه صفر صفر نفس بينما وليجيني داتا واحد دا حيصر عدي دا حيصر عدي واحد اللي هو السي ثري وهذا الفيدباك هذا العفو السي ثري بلس السير سيتو وهذا واحد مثل ما شفتنا فوق هذا الابسر والان اذا اجى وراء صفر نحنحصل على واحد 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 وراء اربع كروك بلس وراء اربع كروك بلس احسب وقت الحلم على ذلكم او يعني مجل ضيع وقته هواية اخذي لك صفارة هواية هذا السؤال يعني اسرع يدحل من الفوت ليش تربيه صفارة هذا الاداتا واحد بيها صفارة اما واحد يسأل سؤال يقول ستا اذا كلها صفارة كلها صفارة اشي طلع بالا اي سي وان و سي تي و سي تري مين يقدر يقولي مين يقدر يقولي كلها صفارة السياتهم كلها صفارة فاضحة شباب هنا على الاداتا ستطلع واحد 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 اجي اضيفها الى الكود وورد احصل عليه وهذا يريدون تشيكوا وهي المحاضرة السابقة تشوفون اللي هي شي داتا اللي هي شي داتا هذه كلمة من كلمات اللي عبا فور ترستوا بها الجدول اللي نفس الجنراتر ما تشوفوني لا يستخدم وكذلك بالنسبة لهذا طيب واحد يسأل سؤال ويسأل ياهو اسهل سوي هبيدي انا لو اصوي وابديها واروح واسوي هذا الجدول من يقدر يجاوبني من يقدر يجاوبني من يناهو اسهل طريقة بالبداية اسهل اسهل بس هي عمليا شباب عمليا عمليا احنا خومو يعني هو خومو الترانسبيتر خومو يعني يقول يسوي قسمه طويلة خومو بني آدم هو قاعد بالترانسبيتر يحتاج الى لوجيك سيركيت يحتاج الى لوجيك سيركيت يعني في هذه الحقيقة هذه الترانسبيتر هو دائرة الالكترونية لواحد يدي يبنيها وهذا يصلح ان تكون مشروع ممكن واحد يروح للمخزن ويسحب ويسحب ويبنيها دائرة الالكترونية ويبنيها دائرة الالكترونية ويحصلها من مثلا ويدي يسوي عملية حقيقي ويبني هاي الدائرة الالكترونية وبعد ما يحتاج يسوي قسمه طويلة ولكن احنا على مولد منيها ونفتهمها لازم يشرحها على هذا الاساس لازم شباب واقع هاي الدائرة يشكس هشيه بعد على مولد من تفتهمها شنسوي لازم مرتضة لازم نأخذ امثلة بعض لازم يستعاني نعاني سويتركم مثاليا ها؟ لازم شنسوون انتو اول شي اللي يريد يرجع ياخد غير جميريتر راح نشوفها وثلان الاساسي لما الشي هاي بتقعني غير جي هادي غير جي ترسم غير دائرة تطلع غير هاي المعادلات كلهم نعم مرتضة شلو سؤالة؟ دكتور قصدي نعم دكتور قصدي هاي الدائرة standard بس تختلف المعادلات هاي standard هاي اللي بوجودة بالسلايد الاول بس تختلفها الكود مع الجي من يطيك الجي لحتوصل هاي التوصيلات تشوفها بالسلايد الاول هاي التوصيلات نعم دكتور وانطاني بالبتال ما انطاني هذا الجي رسمت هاي الدائرة طيب لو سؤال اخر كانت جي اوف اكس بيها أوردر أربعة تبشل وشوه بحتاج أربعة وهكذا فس هتشوفوه من خلال الامثلة الاخرى والشيت المسائل الاضافية اللي هذال لح يناقشها اليوم واضح شباب؟ هاي الدائرة الالكترونية المهمة وتنتبه على صيادة السؤال اللي هيقوللك using the encoder circuit معناتها شنو؟ معناتها لازم ترسل الدائرة الكهربائية وتقولك اوجد الـ output code word لهاي الـ data word وماذا يحدد الـ logic surface فاته مخير بس انا اكيد انصحكم تستخدمون ريش الطريقة اسرح اسمها طويلة فصلت طريقة الـ binary اسرح اما اذا قلت لازم تختيب الـ logic surface فتبولزر تسوي هاي الطريقة ترسم هاي الـ data واذا تريد هذيش الطريقة تشيك بها الحل ما تكشوفها صحل وغلط واذا ورما طلعت هاي الـ data word الفرجي باللون الأحمر وحددتها وطلعت عندك الـ C1 والـ C3 وطلعت هذا الـ code word شوفوا بالطريقة القديمة هاذا الحجي صحيح ها يقول انت غوطت واذا طبعا انا ما انصحكم تستعجلون انا على كيفك على كيفك ويتفل السؤال خاصة بلطبق هاي المعادلات تلاك على كيفك واني متحقيقة ما اسألكم يعني مااجب لكم شي كلش معقد اوضطيك سفارة هواية ومثال الـ order قليل يعني اتفكر انه اتأكد انه اتفاهمين الموضوع وليس دارخيط يواب واضحة هاي الـ direct وعملها واضحة ان شاء الله ان شاء الله واضحة نروح الى الـ decoding of systematic cycle code كل اللي حتشينا به بالمحاضرة السابقة وإلى حد محاضرتنا اليوم وحد هالي فقرة هاي كان كل شي داي يصير بالفراص بيتر احنا متل ما اخذنا بالـ leader block code الالية انه انا عندي ايات اللي هو الـ information bits ضفتلها صار عدي output code 1 زين و بزيته على الـ receiver صار عدي خلل بالـ channel الان نحن نناقش شلون يكتشف ويصلح الخطأ مثل ما شفتنا بالـ leader block code اذكركم بها كان عملية ضرب مصفوفات ويقارن يطلع الـ syndrome ويقارن وشوف يا عمود يشفل اللي طلع عنده لحد الموقع الخطأ هنا العملية تختلف بالـ Cyclic code انتبهوا علي عملية تصحيح الخطأ بالـ Cyclic code اول شي ابدأ بنفس المعادلة هذه اللي هي الـ R بساوي سي زادي ايه خدناها سابقا حتى بالـ leader block code والـ E سميناها سميناها الـ error ward اللي إذا الـ E صفر معناتها الـ R مستلم هو نفسا التراس في تتسي هاي المعادلة اللي هي فوق مكتوبة كمصفوفة وكذكتر إذا اكتبتها polynomial form لحصير R of X يساوي C of X زايدا E of X والآن اش لحا سوي لحا قسم طرفي هذه المعادلة by G of X واخذ الباقي يعني اش اسوي اقول R على G باقي القسمة بالـ R على G يساوي باقي القسمة بالـ C على G زايد باقي القسمة بالـ E على G فإذا مثل لغة الأرقام فإذا نكمل الرقم بحيث ما يطلع عندنا باقي فإذا على الأساس C على G باقي قسمة C على G هي صفر وبالتالي لأن باقي قسمة R على G يساوي باقي قسمة E على G يساوي الذي سبيناها syndrome polynomial الرقم معلتها R-1 ليش الرقم معلتها R-1 لأنه هي باقي فإذا كنت تتوقف قسمة طويلة مثل R و G من يكون الرقم معلتها هو أقل من G الرقم معلتها R يتوقف القسمة الطويلة إلى حد R-1 الآن ما هي الشرق مالتنا أول فقرة إذا S of X يساوي صفر يعني شنو معناتها سنوذج باقي على هاي المعادلة R على G تساوي ربين درمال R على G تساوي ربين درمال على G تساوي إذا دباؤوا عليها من نانة فالرسيبر لاحيستلم شي يستلم يستلم ال R تمام شباب؟ لاحيستلم ال R شي يسوي ال R اللي يستلمها شي يسوي لها؟ جاوبوني نقسمها على G ناخذ الباقي وأخذ الباقي إذا الرسيبر لاحي عرف ال R يقسمها على G أخذ الباقي وش يعتبر هذي يعتبر هذي يعتبر هذي يعتبر هذي إذا قسم ال R على G وباقي ما بقى عنده باقي يعني ال S طلعت صفر فإذاً الرسيبر ما هيقول ما هيقول الرسيبر يقول نو إررر نو إررر يعني إذا الر اللي استلمناها قسمناها على G وطلع عندي الباقي صفر الرسيبر decides لا يعتبر هذي ودائما المشاكل تيجي وراء كلمة لكن إذا ال S لا تساوي صفر يستلم الر قسمها على G طلع عندها باقي معناتها ماذا سيقول الرسيبر هذي ها سيقول صار إررر طيب هناك باللينار بلوك كوتش ال S عبارة عن عمود وقارنوية العميدة مع ال H لنشاهد عمود يشبه هنا ما عندنا مصفوفة أصلا ما عندنا مصفوفة عندنا فقط G وقارنوية 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 ويخزنه بالداكرة ما التحت يعني العملية تحتاج الى الى look up table as a look up table ترسيل التوبالوجيك شنهو ال look up table look up table عبارة عن map تيها input و output use it to find E from S يعني بمعنى انه لازم نطلوب من الرسيبر ان يجهز look up table قبل ما تصير عملية البرمجة والارسال ويخزنه ضمن برنامج ال decoder مالته شي سوي هذا look up table من يحسب ال S ال S تنعرف لازم ال E تنعرف طيب واحد يسأل السؤال يقول صاح شون لح تعرف ال E من ال S لحيهيئ ال look up table ويبتدئ بحساب بس شون يحسبها ما يحسبها من ال R على G يحسبها من هاي المعادلة شون هاي المعادلة بها حالتين شو تقول هاي المعادلة هاي عشرها بالموج باقي قسمة R على G نفسها باقي قسمة E على G ونفسها ال S وش يساوي نقول ال receiver may prepare وش يساوي يجي يستقدم ال E على G ليفرضها وش يفرض يا أخطاء عشرة أخطاء له خطأ واحد أول شيء من يجاوبين خطأ واحد خطأ واحد إذاً اشتاوي لحيهيئ ويفرض انه عنده خطأ واحد ويطلع ال S اللي خاص بهذا الخطأ شون يحسب ال S يقسم ال E على G يطلع ال S هذا ال S هو نفسه من ال R على G عملياً من هذا الجدول يصير من ال E على G لكن من كم التصميم ال Daira وشغل ال receiver لحيكون مساب ال S من ال R اللي هو نفسه خلي نفتههم أكثر ونشوف شلون لحيسوي decoding إلى receiver فهذا المثال الجول تاتب لي تاتب لي prepare the syndrome table for the 7-4 systematic cycle code with generator X تكعيب زاد X تربية زاد 1 for single error خياصاً هو ما يتحمل أكثر من واحد يعني هو هذا ال 7-4 لا تذكرون هذا 7-4 بالنطبق عليه الهامنج ما يتحمل غير T واحد فقط طب عنده يطلب يقول لي أوجد syndrome table يعني شي يدين عندي شي يسوي أحسب ال S هذا لكل قيم R E المختلفة حالة single error عملية كل سهلة شباب عملية كل ش سهلة عملية 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 بقسمة طويلة BDM شنون شوفوها هنا هذا في هذا كيبول شوفو عليه 8 error أول شي يجدل N عن سبعة فالن سبعة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة إذن هذا الخط الأسود تشوفوا هذا الخط الأسود يفصل الإرار اللي هو عن الاس فهذا هو اللي كنت تريد اللي لازم أسويه شلون أحسوي هذا شو اللي حعب به هذا الجدول لأن أنا مو أقول سبعة بمية واثوان وعشر حالة لا واذا طبعا خطأ شاية عند القلاب مو أقول عن عندي الإرار بسبعة بإذن عندي عندي ثين والسبعة وترسل مية واثوان وعشر حالة مو هيتش لا نأخذ الإرار اللي خاص بوان إرار فقط شو هو الصف الأول الصف الأول شمع بيبي يعني الصف الأول شخالي الإرار شو تساوي نوع إرار تاتي ما نحوك عليها نوع إرار يعني الصف الأول نوع إرار أت أول يعني كلمة شبيهة إذا نوع إرار الإي إذا الإي سفارة كلها معلاتها الإرار ماكو إرار بإذن أكيد بنتقسم صفر على أي شيء يطلع شنو يطلع صفر واضع طيب هاي البقية شنون السنجل إرار هو عبارة عن بت واحد يكون اللوجيك وان بالإرار وما خلي بتاتي في إن واحد يعني مثلا مثلا الصف الثاني شوفو الصف الثاني هو أيضا إرار واحد فقط وين موقعه وين موقعه هذا عشر وين موقعه موقعه بأول بت من جهة اليمين شوفو هذا بينما هذا الصف الوراء أيضا سنجل إرار بس وين موقعه ها صف الثاني بت الثاني من جهة اليمين وهكذا هذا الصف الوراء الوان إرار هو بالبت الثالث من جهة اليمين تلاحظون إلى آخر شيء إلى حد هنا إلى حد هنا إلى حد هنا هو وين إرار إلى حد هنا وين إرار وراها إلى حد هنا على حد السهم شوفوها هذا السهم اذا مات الصف الأول هو حالة نور إرار وعداك سبع صفوف من الصف الثاني إلى هنا لحالة شنو وين إرار من اللي إرار يكون بالموقع الأول من جهة اليمين إلا يكون موقع الثاني من جهة اليمين سائل السابع اللي أخوه من جهة اليمين وكل عملية بكل صفون هاي الصفون واش أسوي أسوي عملية قسمة طويلة أجي أخذ الإي اللي أنا خاليها هنا وأقسمها على الجي يعني بكل صفر شون أوجد الإيس هنا أقول إي على جي باطل قسمة هذا الخط الأحمر هذا الخط الأحمر ما أخذه مراويك اللي هو صفر واحد ست صفار هذا هذا مراويك شون دع أوجد الاسبارك شون دع أوجد دعم استخدم البايناري أسرع الجي هي 1 1 0 1 1 1 0 1 هذا الصفر بالبداية لا إلي قيمة راح أقول 1 1 0 1 خلية واحد جو لا ننزل السفر الأول وننزل الجي ننزل السفر الثاني وهاكذا اشترى عدي صفر صفر واحد واحد لأن الاس كمبت يعني يحتاج الاس هنا كمبت السيستم باركي كمبت ثلاثة فرس عدي السدره هو صفر واحد واحد يبنانا اش عدي عدي صفر واحد واحد هذا النموذج اللي أنا نستم سوي يشتغل على كل هاي الصفوح طبعا الصف الاول بسيط فأسأل دخلي صفارك حتى الصف الثاني شباب انبسيط ليش يعني تخلي فلاسفارة مننا ومننا واحد رأسا يطالك لهاكو صفر صفر واحد رأسا وكذلك الصف الثاني وصف الثالث بس الرابع فأسف تتلب شوي واضح؟ هذا الجدول تعيدو اتو تشوفو لي مثلا هاي فيدك تبروست القصوة الطويلة ضبطتوها بايدوني واخدناها بالمحاضرة السابق لسبوع الماضي هذا الجدول يتفيأ وينعرف الـ E لكل حالة E شي قابل الـ S هذا اللي دا سميه هاي اللي يكتبتينهم واحد يعني مرات بني هادهم طماء يقول استاذ إذا سويت 2 errors شي سيف إذا سويت 2 errors شي سوف نانا نانا خال 2 errors طبعاً إنو الكود يتحمل 2 errors اللي عادي اللي عادي اللي عادي اللي عادي اللي عادي هاي؟ يصلح 2 errors الكود ما لتيه؟ صعبة مو صعبة ما تصير اللي 7-4 كود 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 خطأ المنفرد في الموقع الثاني من جهة اليمين شوفوش طلع عندي S باعوش طلع عندي S طلع عندي 0-1-1 اللي يشبه هذا الخطأ المنفرد في الموقع الثاني من جهة اليسار طيب الريسيبر وعلى ضوء المكسيموم لا يكليه كرايثيريا ياهو أكثر احتمال الخطأين وخطأ المنفرد الخطأ المنفرد لأن هذه الحالة الأخيرة أصلا بعد ما يأخذ هالرسيبه واضح؟ وفي الحقيقة سير فشل لأنه لا يجوز تكراره بلعظة هنا مهمة نسوي هاي القصمة الطويلة نشوف انه النوع إيرار والـ 1 إيرار ماكو S يشبهه أخو ضاعه هنا شوفو هذا الـ S مايشبه هذا شون شنال أعمى جمال الـ H مت الشابه هنا الـ S لازم مت الشابه فور سنجل إيرار انتبه ولاحظة تعيدها مرت له وليه أهميتها شون قلنا الـ H باللينر بلوك كود الأعميدة ما راتها مت الشابه لازم على مدر رسيبر يقدر يصلح هنا هم نفس الشي لازم السأس اللي يطلع هنا واحد ما يشبه الله فور سنجل إيرار هذا ايش يختلف عنها ماكو أساتفين بالشابه فور سنجل إيرار وليه يبجي تكراره وتشابه انتروح للـ double إيرار اللي هو بعد ما يقدر الكود يصلح واضح شباب؟ ما العلاقة بسطفة ما العلاقة هذا الـ output الـ S ما بيقانون اللي قانون ما تقسم تقسم التـ E على الـ G ما بيقانون ما بيقانون يعني سيدا اغير لك الـ G تطلع غير أرقام ممكنها تختلف بس الاساس شنو لازم هاي الـ S فور سنجل إيرار اختلفات يعني هاشو الموقع الأوّر طلع لي هذا الـ S الموقع الثاني طلع لي هذا الـ S على مدى الـ Receiver يقدر يصلح لازم شنو لازم الاسات باختلفة فور سنجل إيرار فور سنجل إيرار هنا على الـ double إيرار بعد ما مو يمنح الـ double إيرار اللي هو السطرين الأخيرة هاي السطرين الأخيرة مع الـ double إيرار اللي أصلا يعني ما متهيئ ولا يعني حاصل حسابي آآ يعني أنه كل يصلى خطأين ماذا؟ شباب واضحات؟ بس الآن أريد لكم شو سألتوا أيضا ورقوا قلن يعني ما أخذ هذا الـ تأكد من هذا الجدول كله بعملية قسمة طويلة بشيء ودعما البداية سهلة هذه يعني هذا الصفر يطلع نفسه صفر هنا الـ 1 يطلع نفسه متعرفون ليش؟ لأنه لديك الجيمال الـ هو 1-4 بالتالي الحد الأربعة يطلع نفسه بس هناك لا وهد هناك صحيح بس هناك لا 1-0-0-0 ويطلع نفسه لأنه يكون عملية قسمة طويلة ونتكمل بشيء الآن سنتعلم بالفطوة الوراء سنتعلم كيف نستخدم هذا الترفتابل أو هذا الترفتابل بعملية تصعيم فقط هذا المفروض موجود هذا الترفتابل موجود بالذاكرة من الرسيبر وهذه بالذاكرة من الرسيبر يكون موجود حتى قبل حتى قبل ما يصير إرسال يعني من هذه أصمم من الترانسبيتر وغير دائرة وخلي بالذاكرة من الرسيبر هذا الترفتابل ودعم الأجهزة الحديثة اللي بيها إمكانية تصحيح خطأ دائما تنضمن عملية بيها ذاكرة و بيها حسابات وCPU إلى آخر الآن خطوة الوراء ما نفعله ما نفعله خطوة الوراء ما نفعله ما نفعله ما نفعله نفعله لن نفعله بس هناك بس هناك بس هناك بس هناك بس هناك نفعله التي تجد الضغط ويجد الذي تجد الضغط هناك ما نفعله أولاك هذه الضغط موجود في الرسيبر شغلت الدائرة شغلت السيستون وليست ويجد وقوم بسرط ما نفعله نفعله الخطأ على فرض، أن الرسيبر لدي هذا الجدوى اليمنا جي سوي الرسيبر جابولي جي سوي الرسيبر يقسم يقسم الر عد جي أول خطوة As soon as the receiver receives R then this R is divided by G to find S هذا الر قسم على هذا الجي فهذا الجي سينزل واحد واحد صفر واحد أسوي XR يطلع هذا من جتات نزل الصفر وأجمع يطلع عندي الباقي جي قد يطلع عندي الباقي واحد صفر واحد إذن الاس هو واحد صفر واحد يعني إذا الاس واحد صفر واحد معناتها شنو معناتها للR شنو كلمة خطأ مراتها أجيب لك أسئلة مراتها أقول لك هل هذه الكلمة صحيحة أو غلط موصلحها بعض الأسئلة سنحن نشوفها إن أقول لك هل هذه الكلمة صح لو غلط أنت كوشي بنسوي بس مجرد تقسم الارع على الجي وتجاوب على هذا السؤال إذا قسمت الارع على الجي وطلع صفر تقول هذه الكلمة صحيحة لكن إذا قسمت الارع على الجي وطلعت الاس بو صفر تقول هذه الكلمة خطأ أما شوني صحيح الخطأ لازم تحتاج السيندرم تشيبول اللي هو هادة اللي هو هادة بساعد القبلة طيب شو اللي حيسويسه الرسيبر شو اللي حيسويسه الرسيبر شو طلع على الاس قبل شوية طار شباب شو طلع على الاس 1-0-1 شو قابل شو قابل بالارع هذا الارع موقع بالموقع الرابع من جهة اليمينة ومن اليسار تمام فإذا الارع والموقع بالموقع الاس اللي احنا وجدنا مستخدمة لإيجاد الـ فإذا هنالش اللي حيسير هذا الاس اللي ضلعنا أرجع للجدول أشوف الاس اللي قابل هذا الـ هو الموقع الـ اي هو العفو الـ اللي قابل هذا الاس بالموقع الرابع يا رب كل اللي أسوي أنه هذا البت الرابعة هذه البت الرابعة وهي قدسة حاليا واحد من قلب إلى صفح إذا الاس صار يا رب الموقع الرابع شباب واضحة هابي واضحة واضحة جدا أما اللي حيسي تقول لي بالحقيقة ليش ليش إحنا ما نسمح بالتكرار بالأس لأنه على مدى الرسيبر يقدر يوجد الإرر بشكل يونيت بشكل وحيد ويقدر يسوي هاي العملية بسهولة بس المفروض تسأل سؤال تقول لي سؤال لأن هذا تطينا يا عدت بالانتحان هذا سؤال ولي دعم أني يشغل بغاية من انتحان شلو سؤال لا تطيك حالات هواية يعني لن تتخيل يعني الحالات بانتها هواية هنا أصل أول شي صفر يطلع نفسه والواحد يطلع نفسه والفين يطلع نفسه وهذا أول 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 صفوف ينفسه إرادة قصبة طويلة كثربع حالات فقط زين نكمل الجدول أو لك وزن بالدرجة بعد الفرع الوراء أوجد أو استخدم هذا لتصحيح هذه الكلمة هاي شباب شوز الوضعية اليوم بيطور سؤال نعم إذا كنت طلع نفسه مشابه السموة 101 أو طلع مشابه ماركين أو الحال لنفقد أو أخذها وين طلع مشابه بالتركاب تابل هذا هذا معناته أنت ممصمم صحيح معناته جي معتك غلط الجنريتر خونومي اللي حتشينا شنو شروطها قلنا هي لازم تكون أحد عوامل الأكسوس M plus 1 معناته جي اللي أنت ماخذه مع الواحد غشيم ما يعرف يصمم الإيقود عدم استخدام جي صحيحة تؤدي إلى تكرار بالأس وبالتالي فشل التصحيح لاضحة مرتبط إذا جي صحيحة إذا جي صحيحة مضبوط مئة بالمئة تطيق مختلفة لكل حالات السنغل إراق ستغل إن هذا صحيحة يكمل جملة وليها مو مطلوبة منعتكم وإذا الكود عنده إمكانية يصلح خطأين لا بل شي سوي السعيكوات أصعب ما تضحل بيديل حتى لو تستمر الدبل إرارهم تطلع الأسات وفتلتها الكود يصلح خطأين وهذا السعيكوات يصلح حتى خطأين وثلاثة خطأ واربع خطأ بس هنا تصير يعني عملية إيجاد هذا الlook-up table كل الشبير وممارطك يأبيدك تساوي تعلمتني فأنتم فقط بطالبين من سنغل إرا اللي بساطة الجدول اللي يكون صغيروني ويبدور عليه أما الدبل والتريبل هاي كلها تصير مو صعبة كانتني مرتضى السيء واضحة واضحة أكتر و هذاك الجدول اللي قطأت إني قلت إني كملو وكملت طلعت أكون كودات مش شابه ويا جدول هذا لا المحاضرة السابقة هذا ما العلاقة الكودات المش شابهة غير الأسات المش شابهة الـ الـ ممكن تكون مش شابهة ما يخالف الجدول مع المحاضرة السابقة هو مو مرتضة هو هو ويا ويا ما خلينا هذا الشرط الشرط اللي خلينا بالقصبة الطويلة هناله بالسندروم لازم ما من الشعبة واضح وليس بالفرق واضح واضح حس ورما تعلمنا شون نسوي الـ 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 و استخدمنا لتصحيح الخطأ ندرس الدار الالكترونية شباب سوف نكمل المحاضرات مالتك كلها اليوم لنتقوم إياها البارحة و لا نلحق اليوم نحل تمارين باشر محاضرتنا لو تريدون نتوقف لهم أنا ونحل تمارين كيف شوفون شوفون يعني هذا رأي باشر كل حل تمارين و اليوم نتفق على الالية التي سنشتغل بها موضوع الابتحان الشفي وابتحان الفصل الثالث سيد قال لي البارحة طلاب يسألون وكذا ويجبون يرتبون وقتهم خطوا الشباب صحيح طلبكم مشروع لأن هذا مترتب وقته فاليوم قلت له اليوم نتفق على كل شي فخلي نكمل لعد بقى عده نكمل اليوم وباشر نتفرغ مئة بالمئة لحل التمارين ونسو مراجعة صورة عامة للفصل لأن والاسبوع القادم سيكون موعد الامتحان الثالث اللي بالفصل الثالث فقط واضح يبقى عدن الامتحان الشفهي هذا اللي قلت لكم لا تشيلون همه لحيكون المادة مالتا بالفصل الثالث وتت اختار فصل آخر ويا كيف يعني دعطيت الثاني أو الأول يعني الامتحان الشفهي وقتلكم فصلين فقط تذكرون بالمحاب الأسبوع الماضي الثالث أكيد أسألك به الامتحان الشفهي وإنت بكيف لأول أو الثاني وهذا شفهي تقول يا سيد علي لا تسألي بالأول على المقارب قالي بس الثالث والثاني أو بس الثالث والأول بكيف فمتتفقين شباب متفقين متفقين دمين اجياء امتحان بالفصل الثالث كل كوز الفصل الثالث اللي هو يعني google form أيضا نفس الترتيب يعني كوز يعني يعني امتحان موثق يريد بالقسم شابو امتحان موثق هذا ست سبع تمارين يعني اختيارات على الفصل الثالث وبنفس الوقت اللي يريد يمتحن همين شفهي أيضا اللي حيكون يعني خلينا نقول الأسبوع الجاي احنا عدنا نكمل كل نواقصنا اللي تخص الثنين والثلاث عم كل نواقصنا واضح شباب فاليوم مباشر نكمل كل شي والأسبوع القادم نبدأ الثنين نكمل امتحان نص ساعة ويبقى عندنا وقت للشفهي والبناء والمراجعة كل هاي واضح وبالمناسبة يعني 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 ما لح أضغط علي أكون في موضوع الامتحان الشفهي يعني مو ألف لعن أسبل على التعيين ما أثير لك طلاب يقول لك حاضر لعن مستوعب أسبت حي لا تخافوا من عندها بابا أول شي يعني ما صف طراح حد أو أطيك مرة ومرتين وثلاثة واربعة بالأسئلة شوال تتبتحنون بالأول بالعدادية ولا ذكر بالعدادية ما يطلقوا بشنس أول الإنجليزية أو الرياضية أو اللغات دائما بها امتحان الشفهية يسألك سؤال سؤال لا تخيلك صف ونطلع لا هي الغاية ليس هذه الغاية أنه يشوف جهود كل واحد من عندكم بشكل منفرد عم يفتعلون حسن فلا تشيلوا لهم هذا كلش في العكس هو وسيلة مساعدة لكم للسعيد هذا يعتبرت البتحان الشفهي هو وسيلة مساعدة لكم للسعيد زائدا حضوركم زائدا الواجبات زائدا البتحانات التي سوناها لحظة ثلاثة كلها تجمع لك 40 درجة نشوف سنكمل المحاضرة مالتها لاتفقنا على كل شي اليوم المحاضرة من Systematic Cyclic Decoder مثل ما سوينا دائرة الكترونية للإنكودر نسوي دائرة الكترونية للديكودر الدائرة الكترونية مالتها هذه الصيغة العامة مالتها الديكودر هو شنو شنو سيستلم الار روان 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 الى رن ويطلع الاس عمل لي هاي القصوة الطويلة اللي سويناها فول هاي القصوة الطويلة اللي سويناها فول يصير بهاي الدائرة الكترونية يو يستلم الار وعدي كذلك ار ونفس التوصيلات هاي جي نوت الى جي ار دائما ال جي نوت واحد وال جي ار واحد لس هنا ما عندي سويتش جريس عن آتبوت من آخر واحد وعدي زت ايضا لاحيكون لوجيك 1 ب for any clock pulses وبعدين نصير لوجيك 0 for R clock pulses والآخر يكون من آخر مرحل واضحة شباب هاي اهنان مثل ما قلنا زت يساوي 1 for any clock pulses و reset زت يساوي 0 for R clock pulses ناخذ هذا المثال نفس الجنريتر G X 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 نفس الشيء. والجي توا واحد. فهو سعدي هاي الدايرة. فهو سعدي هاي الدايرة. هاي الانبوت. هذا الانبوت. مالتي. الجي وان واحد. اضعوا الجي وان صفر. والجي توا واحد. والجي ثري هنا انا واحد. الترانزيشن الكواجين. شو اللي هتنكتل. شوها ايضا ملاحظة اخرى. هذا القيت بعد ما ايلا داعي. موجود بالس 3 يروح لجي. فالان. الاس 3 بلس. شي سواه الاس 3 بلس. من زت واحد. الاس 3 بلس. اس 3 بلس. وين موجود؟ موجود هنا. هو عبارة عن الري. اللي هو الانبوت. زادي الفيت باك. اللي جاي من مين. جاي من الفيت باك. من زت واحد. جاي من اس 1 منس. إذن S3 Plus يساوي RI زايد S1 Minus واضح هذه المعادلة الأولى أعيدها العيدها S3 Plus هذه S3 Plus جاية بالديد مين جاية؟ جاية الـ Output مع هذا الـ Gate الـ Output مع هذا الـ Gate وشنو؟ بـ 2 Input واحد من الـ Input اللي هو الـ Input معتي الـ R Receipt زايد الـ Feedback هذا الـ Feedback مين جاية الـ Feedback أتبع الـ Output مع الـ Output مع الـ Gate ومن زايد واحد هو نفسه هذا اللي هو شيء يساوي الـ S1 Minus هذا الـ S3 Plus يساوي RI زايد S1 Minus بينما الـ S2 Plus من هذا الـ Gate 1 موجود رأس الـ S3 يجي لدي هذا الـ S2 Plus يساوي S3 Minus وهكذا الـ S1 Plus الـ S1 Plus وين يلقى هنا؟ اللي جاي من الـ Output مع الـ Gate اللي عبارة عن الـ S2 Minus اللي هو هادي الـ S2 Minus زايداً مين جايباً مين جايباً مين جايباً زايداً نفس الـ Feedback اللي هو S1 Minus يعني ساعد الـ Transition Equation شه تقول؟ تقول الـ New State مع الـ S3 هي الـ Input R زايداً الـ Previous State مع الـ S1 والـ New State مع الـ S2 هي الـ Previous State مع الـ S3 والـ New State مع الـ S1 هو حاصل جامع الـ Previous State مع الـ S2 و S1 هادي ما نحفظها شباب هادي نطلعها من الدائرة الإلكترونية اللي رسمت على ضوء الرسمت على ضوء الـ Generator Phonometer طيب شو لحظ أبدأ الـ Dairomatic أيضاً لحجي أخلي هادي الـ Initial 0 هادي الـ Initial 0 وأبدأ أدخل الـ Data Multi R هي واحد صفر واحد واحد صفر واحد صفر نفس العملية وأبدأ بنانا ثم سوينها قبل شوية مع الـ Encoder نفس العملية يوصل الـ S3 Plus ما تساوي الـ S3 Plus هي الـ Ri اللي هو أول بيطبع للـ R هي واحد تمام؟ فالواحد زايد الصفر يطلع لي واحد وهذا يشفت وهذا يشفت وهكذا يكمل هذا الجدول كله عليه كيفي نانو ماستعجل وراء 7 clock pulses يعني وراء آخر بيت اللي هي هاي الصفر آخر بيت الصفر الموجود بالـ Flim Flop هي الصفر واحد واحد ويمان أنه قلنا هي S1 S2 S3 فش لا عيس سي لحق لها بالعكس لحي سرع دي واحد واحد صفر هذا هو السنجرام اللي خاص بالقصبة الطاقة ولكن لو تجي تسوي قسمة طويلة ما بين الـ R والـ G هذه إذا هاي الـ R و هاي الـ G تطلع لك واحد واحد صفر ولا ترجع إذا الـ S1 1 1 صفر ترجع لهذا السنجرام تشوف الـ 1 1 صفر وين مكان موجود موجود الـ 1 1 صفر الـ 1 1 صفر اللي خاص بـ single error بالموقع الأول هنا موجود الـ 1 1 1 صفر هذا المعنى الـ R الـ S1 1 1 صفر هذا الـ S1 1 صفر معنى الـ RR بالموقع الأول فبالتالي لحقول لحقول الموقع الأول هو صار بـ ERA موجود الـ 1 وبالتالي أصلحها يعني هاي البت شو رأصلحها بدنا نلقى موقعات تصليح الـ Binary كل السهل كل ما هنالك أول البت اللي هي 1 لح تصير صفر بعد أن أعرفت الموقعها شباب واضحة هذي هذا الشيء رادي رادي أيضا تأخذ المثال الثاني تخليه غير R غير هذه وتعيد هذا الجدول وهذه نحن نشوفه أيضا لن نشوف الأمثلة لن نشوف الأمثلة وارحة شباب حيب حسنو علخص دي كودر بشكل كامل نعم سؤال رادي أقول لك وار هذي السؤال ملاحظة ملاحظة السايد الأخير محاضرة ما اليوم The complete circuit diagram of the systematic cyclic code that includes اللي ضمن syndrome generator logic circuit and the lookup table that stores the syndrome table will be as shown يعني إسا هذا الرسم شي راويني هذا الرسم راويني ال complete circuit diagram يعني ال decoder circuit متألف من جزئين بالحقيقة هذا بتقلت من جزئ الجزئ الأول اللي لحيستلم ال R يطلع ال S اللي Y اللي يتنب فلوف هذا الجزء اللي هو decoder circuit هذا يستلم ال R يطلع لك ال S يستلم ال R يطلع لك ال S يطلع لك يطلع لك شنو يطلع لك شده يطلع لك يطلع لك يطلع لك يطلع لك يطلع لك يطلع لك S بعدين هذا الصندوق الثاني اللي سبيته روم أو read only memory اللي اللي هو عبارة عن deny اللي تنب فتابل أو look up table اللوك up table ما هو اللي ينبذي اللي ينبذي يستلم ال S اللي هو R يطلع لك ال M ال E هذا من اللي يجيب يجيب من هذا الجدول هذا الجدول اللي لح يستلم ال S يطلع لك وبعدين ورما يطلع لك ال E هذا ال output اللي بتكون من أمبس اللي ينجمع لك نفس ال R X or يحصل على ال corrected words فهذا هو عبارة عن complete systematic أو schematic diagram or systematic cyclic code بتتكون من جزئين يبارة عن feedback shift register اللي هو decoder circuit وكذلك read only memory اللي هي قلنا عليها تتخزن بها look up table اللي يصلح الخطأ هنالا الشباب أنا قلت لكم وتبقوا طالبين فقط في single error لكن هل عملياً نقدر نصلح أخطاء متعددة الجواب نعم نعم الجواب نعم نقدر نصلح خطأين وثلاثة بس ماذا لا يحدث؟ size 1 هذا ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ أكبر أكبر نحتاج إلى memory أكثر نحتاج إلى memory أكثر وكذلك التعقيد من هذه decoder circuit ستكون أكبر بعض بريدة نسويها بيدياً ثلاثة خيلة أجيب لك أجيب الكياء أرتحنا كبير أقول لك ستصلح لي ثلاثة لا يوجد لك السوبرمان أنت مطالب فقط في single error single error فقط أما عملياً نقدر نصلح خطأين وثلاثة جواب نعم لكن size read all memory سيكون أكبر تعقيد hide decoder secret ستكون أكبر وبالتالي كل شيء ممكن باللوجيك حالياً أجهزة الحديثة الأجهزة الحديثة هذه كلها استعظيمة من كل هذا اللوجيك كلها ذبناها بالزبل وإذا نستخدم الأجهزة الذكية اللي هي عبارة عن system on a chip اللي نتاج الموبايل والأجهزة التاب وكل الأجهزة الحالية هي عبارة عن ضرامجيات تسوي لك كل هاي الأمور اللي هو المفروض لترسوم مادة الDSP Digital Signal Processing Digital Signal Processing يطيك يعني تعويض عن كل الأمور اللي هي تحتاجها إنته تسويها Analog أو Digital كلها يصبح عبليها Digital وكلها يتحول إلى برنامج بالحاسبة يتسوي كل هاي الأمور من Decoder إلى Decoder circuit إلى كل هاي الأمور الداحشي بيها الأجهزة الحديثة صارت عندها الإمكانية يتحول كل الـ Function مالتها بالTransmitter أو ال Receiver يكون عبارة عن برنامج بالحاسبة من كتبه ودعم أن يكتب هذا Law Level أو Intermediate Language اللي هي C أو Python أو اللغات البرمجة الحديثة هذا آخر شيء هذا لا تسموه Homework اللي يريد اللي يريد اللي يريد يسوي لنفس هاي الأجراءات اللي يسويك تعاني بس يستخدم غير جنريتر هذي هنا آخر شيء يستخدم غير جنريتر جيه وفاكس يسوي X تكعيب زاد X زاد 1 و أقول داريت من عندك تهيئ prepare the syndrome table يعني تسوي لهذا هذا syndrome table وكذلك تسوي عملية تصحيح لترسب الدائرة الكهربائية وتصححها للكلمة معينة هنا شباب هذا نهاية محاضرتنا هذا اليوم هي نهاية موضوع Cyclic Code ونفت فيه بحقيقة بأنواع Error Correcting Codes وأكو أنواع أخرى بالحقيقة بس خارج موضوع إن شاء الله اللي الله يوفقه ونكمل ماجستير لح يتعلّب بعض أنواع أخرى من كودات اللي تصحيح خطأين وثلاثة وأكوادات أخرى حتى سمية بأسماء أشخاص خير الهامين كود أكو تسمية بأشخاص الميلر كود والجولي كود والآخرين البيترسين كود أنواع أشكالة من الفرودات اللي ظهرت مؤخرا مثل ما قلت لكوه بأساس عمل كل الأجهزة الحديثة من الساتلائك الموبايل كل ديجيل السيستر لازم تحميه من الخطأ ويستخدام Error Correcting Code Error Correcting Code شباب يستهدن مو فقط بالإرسال حتى يخزن البيانات داخل الخاسبة وداخل الهارد مثل محجية كود داخل الهارد خاصة الهارد المغناطيسي يحتاج عملية القراءة والكتابة يصير بإررر وبالتالي يحتاج إلى Error Correcting Code وبالذات نوع Cyclic Code يستخدمونه بالCRC CheckSup إلى أحد هنا شباب أكبر أحد عنده سؤال عنده ملاحظة سؤال استفسار على الشيء اللي شرحنا نحن نتزمين في موضوع في المادة العلمية احنا أخذنا الأساسيات كلها Error Correcting Code اللي يريد يتوسع خلال مشروع الرابع أو يقدر يتوسع بقراءات خارجية إضافية يقدر يتوسع مجرد يدق بالGoogle أنواع أخرى من الكودات يعني مثلا تطع بالGoogle Goley 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 G-O-L-A-Y استخدموا الأمريكان فأول مركبة خضاء نزلة القمر وكان يستخدم لإرسال بيانات من القمر للأرض وأنواع أخرى من الكودات نعم أكو واحد أدى سؤال فسواضح شنو منهاجنا اليوم شباب هذا تمنا محاضرات اليوم مثل ما قدتوا قدتوا باتشر يريد يتهيئون الشيط يختصر الوقت ويكون اختياري اللي يريد يمتحن شفه اختياري كيف؟ اللي يشوف نفسه فاهم المادة ويجرب يريد يمتحن شفه باتشر هم ما عدي ماله الشفه مفتوح بنا إلى أن يردو من عندنا الساعة الساعة يردو من عندنا بالمناسبة رزونا استمارات الساعي واتفاجأت أن القوام الأسماء مالتهم على نزل امتحانية بعدهم على القديم مقداد موجود مو مقداد ونبأ موجودين كيف تكونوا يا مقداد 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 موجود موجود ومموجود قايف الحاسبة ونبأ مقداد 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 بالكلام امتحانية مجدد مقداد مجدد مقايف مدد مقداد مقداد كل لجنة ابتحانية رسلو انها مع الباء وموالك شعب التالي شفت باع مع الباء يعني فهذه لازم يعني هي بالابتحاني انها ماكو مشكلة بابا يعني حتى يعني حتى بلغت رئيس القسر بيلي ويدا الرسكو معتقد رئيس دفتورة غصول فأنتم موجودين بقليل في أمي ماكو مشكلة يعني ماكو اي مشكلة يعني حتى لو وكذلك كل عاكس عند الطلاب موجودين هنا أنا بقليل موجودين يضلكم فهذه الفوضى مايست تستمر يعني هاي المفروض احنا ما نسوح بيها بالفصل الجراسي الثاني بالفصل الجراسي الثاني ما نسوح بيها